العلاقة بين الجيش والشعب بخار الدماء معلق في سماء مصر والجميع ينتظر المطر ليروي شجرة الحرية يشرفني أن يكون معي الليلة نخبة من الشباب وعلى رأسهم الشاب الأول الدكتور عمار علي حسن الباحث في الشؤون السياسية وأستاذنا الفاضل وشاركنا دائما في جرم الحقيقة في هذا البرنامج وجرم المواجهة وأيضا معي الشاب الصديق العزيزة الأستاذ معاد عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي بإتلاف شباب الثورة أهلا وسهلا طبعا أنا بفتقدك لأن أنا عارف أن أنت في الحملة الانتخابية وبعدين أنتو علقت الحملة إحنا علقنا الحملة فخلينا فيه أول مداخل قال لي وإحنا نتكلم عن الانتخابات انتخابات إيه خلينا فيه ولأول مرة يشرفني أن يكون معي شخصية أنا معجبة بها شخصيا الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأخذ أستاذ حسن بهجت أهلا وسهلا حسن شرفتنا في برنامج شكرا لأول مرة معنا الأستاذ عمر عز الرجال مرشح مجلس الشعب عند دائرة إمبابا والعجوزة والدقي وأهلا أهلا يا عمر وأنا سعيدة جدا نكون معنا الشباب النهاردة الحلقة لها مضاق مختلف لأن يعني إحنا بنعيش مع الشباب هم الذين أصنعونا مستقبل مصر وهم الذين يمسكون بين أصابعهم بكل المقاومات التي ستؤدي إلى مستقبل ظاهر أو مستقبل غامض وأعتقد أن هم مصممين أنه يكون مستقبل مصر القادم مستقبل ظاهر حتى لو كانت ثمن صعبة جدا ومعنا طبعا أدهم وشخصية قاعدة جنبه كده جاهلنا من الميدان إيه ما يفعش تتكلمي في الماسك يا سلمة هتسمعوني هاي بصاب